و إذا أسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني يجيبك سبحانه و تعالى و هل الله يخل في المعاد و من أوفى بأهده من الله الله لا يخل في المعاد سبحانه و تعالى جل في عليائه وعدك أنك إذا دعوت أجابك و لذلك عمر ماذا يقول و الله إني لأحمل هم الإجابة و إنما أحمل هم الدعاء ليش الإجابة مضمونة يقين خلاص فليؤمنوا بي و يعني فليدعوني فليدعوني فليتضرعوا إلي و يأتي الخير منه سبحانه و تعالى لا أحمل هم الإجابة الإجابة مضمونة من سبحانه و تعالى سبحانه و تعالى يستجيب جل في عليها لعباده ما من دعوة تدعو بها في خير الدنيا و الآخرة إلا و يجيبها إما أن يعطيك مباشرة ما تسأل أو يصرف عنك من الشر ما لا علم لك به مما يوازي هذه الدعوة أو يدخل لك ذلك في يوم القيامة يا الله و لذلك أناس في يوم القيامة يتمنون ما أجيب إلى دعوة من دعواتهم في أمر الدنيا لماذا؟ لما يروا من الثواب الجزيل منه سبحانه و تعالى في يوم القيامة سبحان الله دعاؤك لا يضيع عند الله عز و جل و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء و يقول عليه الصلاة والسلام إنه من لم يسأل الله يغضب عليه تخيل يا أخي من لم يسأل الله يغضب عليه سبحانه و تعالى هذا حديث في السلسلة الصحيحة من رواية أبي هرية رضي الله عنه إنه من لم يسأل الله يغضب عليه يا أي كرم هذا أي جود هذا أي عطاء أي رحمة أي حلم أي فضل منه سبحانه و تعالى لا يغضم منك لأنك تسأله بل يغضم منك عندما لا تسأله تخيل يا أخي هذا الكرم الإلهي منه سبحانه و تعالى إذن الأعجز الناس من يعجز عن الدعاء لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء أكرم على الله من الدعاء أكرم على الله من الدعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر